تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوث الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية جراء سقوط الشضايا واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة أخرى في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية واستهداف متكرر ومستمر للعيان والمنشآت المدنية والمدنيين وتشيد وزارة الخارجية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما وأكيدة تكاتف مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات حازمة لمواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة